ستة أيام مضت على انطلاق عملية الإرادة الصلبة لتطهير صحراء الأنبار وما زالت مستمرة حتى الخلاص من الفلول الإرهابية التي تتخذ من صحراء الغربية جحورا لها محاولة إعادة نشاطها وهجماتها على المدن لكنها اصطدمت بيقظة القوات الأمنية التي أنهت مخططها الخبيث مميزات هذه العملية أن قطعاتنا استطاعت التوغل في عمق الصحراء في مناطق صحراوية وديانية يصعب على الآليات العسكرية والعجلات المدرعة الدخول بها فاستخدمنا في هذه المرحلة هي قوات المشات العملية ما زالت مستمرة وسوف تستمر ولكن بخطط جديدة وبالتكتيك جديد حسب ما ترتقيه قياداتنا العليا نتائج إيجابية حققتها العملية العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية حيث ألقت القبض على عدد من المطلوبين ودمرت مخابئ كثيرة تابعة لعصابات داعش الإرهابي بالإضافة لتفجير عشرات العبوات الناسفة ومعامل تصنيعها عملية الحال الأيام مستمرة واشتركت فيها كافة الصنوف الجيش والحشد والطيران الجوي التغطية الجوية جيد جدا من قبل طيران العراقي وجدنا مضاعفات كثيرة للجدان داعش الإرهابي وقمنا بتدميرها وعدت عبوات ناسفة قمنا بتدميرها أيضا والحمد لله القوى مستمرة في ملاحقة داعش الإرهابي ونحن إن شاء الله أهل لها والمقاتلين الواقفين على أوبة الاستعداد جهود حثيثة تقوم بها القوات الأمنية بمختلف صنوفها ساعية للتخلص من الإرهاب والوصول إليه حتى في الأماكن الوعرة والنائية في عمق الصحراء الغربية ما زالت العمليات العسكرية مستمرة في صحراء الأنبار حتى إنهاء أي وجود لعصابات داعش الإرهابية وتأمين الصحراء للحفاظ على الاستقرار الأمني في المحافظة من الرماد إدريس يحيى قناة الفلوجة